السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقول لكم عن موضوع السواق اللي الدفع نحي. اقول لكم الكلام بتاعه على لسانه. تمام? كان في سواق عربية نص وكان محمل العربية بتاعته. فطلع من القاهرة وطالع على مكان في الصعيد. وهو ماشي في الطريق بعد التلات اربع ساعات كده. دخل في بيت. كان ماشي. بيت على اليمين. كان وخير ماشي زراعي هو. خد ما طبه ودخل في بيت على اليمين. فالناس ضلعت وتلمت ناس اهل البلد. واصحاب البيت. ونزلوا ضرب فيه. وبعد ما زكوه وضربوه. خد ضرب. وغات ما نزل نزل دم منه وجامل. في كل جسمه. واخدوه ووضوه على المقابر. راح اجد له اه يدفنوه. وهو عايز يعرف. بشغالي يقول. انا غزب عني. غزب عني. انا نمت نمت في الطريق. ما خدش لبالي. طب الا حصل. في حد مات. في حد حصل له حاجة. حد يفهمني. حد يسمعني. محدش ردي يسمع منه اي كلمة. بس بعد ما قال الكلام ده كله محدش ردي يسمع بقى. وكله ما يشتك فيه. ويضرب. ويضرب برضه. راح افتحوا مقبرة من المقابر. راح ادفنوه جواها. حطوه في صندوق تحت. وقفلوا الباب. وقاعد على كلامه انه قاعد يزعق. ويصوت جوا بسط عالي. وصوت الناس بره اتزعق من بره. وفي واحد منهم قال خلاص نغلعوه. نغلعوه بدل ما يموت جوا. نغلعوه. راح الناس مسكوا فيه هو. بعد ما الناس مسكوا فيه. راح اجيه هو قال يمكن يغلعوني من جوا. وشغالي يصوت. يفتحوا لي الباب. يفتحوا لي الباب ويزعق من في المقبرة اللي قفلوا عليها. اللي قفلوا عليها من جوا. وبعد كده سابوه والناس بطلت كل شوية يخطفوا شوية. الناس تمشي شوية. لغات ما الناس كلها كلها مشت الناس. مفضلتش حد خالص قاعد قاعد معاه. جاء بالليل وهو قاعد من كدر الزعيق صد وخلاص راح من الزعيق خالص. من كدر هو بيزعق يعني. بس وبعد كده راح طلع الورجة المحفظة بتاعته. في جابه. الدفتر والجلم كان معاه الشنطة اللي بيشيرها دي. كان ماخدها من العربية عشان ما تتسرك شيء. بعد الحادث اللي حصلت. وده طلع التلفون بتاعه. وقاعد ينور لنفسه جوا. راح اجاب الورجة والجلم. وقاعد يكتب الكلام اللي انا قلته لكم ده. وبعد ما كتب كل الكلام اللي حصل له ده والضرب ازاي. والدفن تحت الارض ما غير ما حد يعرف عنه حاجة. ولا اهله. ومعرفش ايه اللي حصل العربية برا. ولا حد مات برا. ولا انا دخلت في ايه. معرفش. انا كتبت كل الكلام ده كله في الورجة اللي كانت معايا. والغاية دلوقتي انا قاعد قاعد في المقبرة وما طلعتش لحد دلوقتي ومش عارف حد هيعرف عني حاجة ولا حدش هيعرف عنها حاجة. وقعدت يوم اتنين تلاتة ام برضو خلاص مش قادر في دم في كل حتة وما بقيتش شايف والتليفون هيفصل معايا عش منوروا اساسا منوروا معايا تحت على دول وكل يوم سامع صوت ناس شغالة انده عليهم انده عليهم محدش راضي يتكلمني. وكيد بقى انتو لو سامعيني الكلام ده كله. وقالتوه او حد شاف الكلام ده يبقى يعرف ان انا حاليا انا فان? انا حاليا ممكن اكون موت عشان انا كتبت الكلام ده في ورقة وادفنت معايا. وانا كده مش قادر اكتب حاجة تانية. والتعب مش قادر اشوف اي حاجة تانية بصادي. ده الكلام اللي كان كاتبه. السواق اللي كان كاتبه في الورقة هو في تحت المقابر. ومحدش عرف الكلام ده ولا حد هيعرفه غير لو حد نلقيه. وعرف اسمي انا كاتب كل حاجة في الورقة طبعا. واللي حصلي ايه من الناس? حتى ما عرفتش انا جوا محافظة ايه? مش فاكر وصلت لمحافظة ايه اساسا. وتحت الارض قاعد. ودلوقتي خلاص. لو حد شاف الكلام ده كله وعرفه. انا كاتب الكلام ده وممكن لو حد فتح علي في يوم من الايام. هيعرف ان الورقة اللي انا كاتبها دي هو ده اللي حصلي. وكاتب اسمي وكاتب عنواني وكل حاجة عشان ناس تعرف مكاني فان. يعني دلوقتي انا مش موجود. دي قصة السواق اللي كان سائج على طريق. ودي الورقة اللي احنا اه لجيناها مكانه. مش ينفع اكتر من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.